طبعاً إحنا عندنا أبطال السوبر برضو دي فقرة تحت عنوان الثقافة الرياضية بنحب من حين لآخر كده نقول حاجات يعني تبقى معلومة بالنسبة لحضراتكم طبعاً في كتير منكم كويرة وعارفين كل ده وفي ناس ممكن هما يستفيدوا منها يعني ففيما تعلق بالسوبر أفريقي زي ما قلت مبارح أن الأهل وصاحب الرصيد الأعلى في الحصول على كاس السوبر أفريقي برصيد ست كؤوس سوبر أفريقي أهلي طبعاً أخدها عوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ست ألقاب يأتي الزمالك في المركز الثاني ثلاث ألقاب 94 و97 و2003 مازينبي الكنغولي ثلاث ألقاب 2010 و2011 و2016 الرجاء المغربي لقبين ما فيش غيرهم 2019 لأنه آخر بطولة هو اللي أخدها على حساب التراجي التونسي وقلنا إن كارتيرون كان هو المدير الفني بتاع الرجاء النجم السحلي أخد لقبين 98 و2008 أن ينبى الناجيري لقبين 2004 و2005 وبعدين كلهم بقى من التراجي والوداد وسانداونز وفاق ستيف وأفريكا سبورت وورلاندو بايرتز وأسيك أبيجان وهارس أوف الغاني والمغرب الفاسي كل دول أخدوها مرة واحد يبقى إحنا عندنا أهم من أديين واخدين هذه البطولات الأهلي نمبر ون بستة ألقاب والزمالك بثلاث ألقاب اشتركوا في القناة